السؤال اللي بعد كده بيقول أنا بحلف بالطلاق على مراتي في أوقات الغضب لا حول ولا قوتها إلا بالله وحلفت كتير بس أنا أوقات الغضب صعب جدا طب وانا مفروض كده أبصت يعني وحلفت كتير بس أنا أوقات الغضب صعب جدا وحلفت عليها آخر مرة بس قلت لها علي الطلاق لو كلمتي وحدة ولا دخلت بيتها ما تقعديش على زمتي ولا في بيتي تاني يا سلام وهي ما أعدش اليمين لحد دلوقتي أنا خايف نكون عايشين في الحرام بس إحنا معانا ثلاث أطفال ممكن أكفر لا أنت ممكن تتوب تتوب عن كتر الحلفانات دي قول ورايا توبت إلى الله وندمت على كثرة حلفاني وعزمت على ألا أعود إلى هذه المعصية أبدا والله على ما أقوله شهيد توب يا أخي توب من كتر الحلفانات اللي أنت بتحلفها دي دي معصية يا ولدي بتعمل كده ليه يا سيدي الطلاق ده عامل زي الكي آخر الدواء الكي الطلاق ده موجود عند استحالة العشرة مش عشان استدامة العشرة يعني واحد عايز يخلي عشرته مع أمراته كويسة يروح مطلقها بالله عليك ده عقل يعني لو عرضنا حلك ده على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون مبسوط يعني أنت شايف أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ده بالنسباله شيء يتشفع بيه ليك عند الله ولا شيء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى نوع من أنواع ولعنى ذو بالله التجرؤ على شرع الله سبحانه وتعالى وعشان كده انت بتقول لي بحلف بالطلاق كتير طيب انت عايز تعرف حكام الطلاق ده اكتب كل مرة قلت تلفزت بأي لفظة دي فيه الطلاق قال لي يا مولانا ده كتير ده عشرين مر اكتبه وتعالى اسألنا ونجاوبك على واحد واحد ليه عشان دي أعراض طب هو أنا عايش في حلال ولا عايش في حرام لا لازم نسمع لازم نسمع منك لفظ لفظ ونحقق معك في لفظ لفظ ليه أصل الطلاق ده يا سيدي الطلاق ده خراب للبيت وحرق للغيت وكبل الزيت ده الطلاق ده ضمار بيضيع بيضيع أعمار ناس وبيضيع أرواح ناس وبيضيع كمان أموال ناس فاستهنتك بالطلاق ده مش هو ده الحل انت دلوقتي تعمل ايه تيجي عشان نسألك اما تتصل او تتصل على مية وسبعة في درق الافتالة المنصرية عشان يتحقق معك في طلقة طلقة في لفظ لفظ سأقلت علي الطلاق تكوني حرام علي ما تكونيش على زمتي لو رحت كل الكلام ده عن زين ولفز لفز وتعرف بعد كده ان انت بتتلفز بالطلاق وان تلفزك بالطلاق ده من غير حاجة ده حرام لان ربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق ده ليه لاستحارة العشة مش شرع الطلاق عشان انت تربي بيه مراتك اللي هي في الحقيقة انت ما تجوزتاش عشان تربيها انت تجوزتها عشان تدخل في قولي تعالى وعاشرهن بالمعروف فانت دخلت عشان تعشرها بالمعروف ودوت مش من القبيل العشرة بالمعروف فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك هتقول لي ممكن اكفر لازم اسمع منك اللفظ ما قدرش جاوبك على دالي انه في الحقيقة انا ما عرفش انت كان ايه اللي انت قلته وايه اللفظ اللي انت قلته بشيء من الدق لازم اسمع منك اللي كتبته دوت لازم احقق معاك فيه